طب دي الصورة دي قلت لا صورة جميلة في الانتخابات اللي فات طبعا أستورتين كبار كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبدو طبعا الصورة دي فيها سطيرة كابتن رباني خلي كابتن عيسم والله يعني هم والله يعني طبعا يستهلوا كل خير يعني ويعني الواحد في يوم الأيام ما كانش متوقع في صورة زي كده يتقابل مع أستورتين يعني في كرة القدم بالشكل دوت فطبعا لحظة يعني أول ما حسيتها على طول قلت لازم أتصور طبعا حاجة للذكرى تبقى مع الواحد طبعا وهم طبعا كابتن خطيب وكابتن مصطفى رحابو اللي أنا أتصور معهم على طول يعني طب قل لي يعني كابتن محمود الخطيب كرئيس نادي وشعبية جارفة ويعني ورجل محبوب من الجميع تمام حتى الجماهير الأخرى تحب كابتن محمود الخطيب علاقته معاكو إيه؟ أنتو كفريق كرة طائرة علاقته معاك ازاي؟ يا كابتن عبدالله يعني أنت لما بتقابله في النادي يدول بينكو حوار ازاي؟ كلمني عن علاقتك مع كابتن طبعا كابتن محمود الخطيب طبعا صور الكرة شخصية مهزبة فوق المحترم بيشوفنا بيسلم علينا أولاده بيقضي يتكلم معنا بيعني شده حلقه عايزين منه كل مزيد عايزين تكسبه عايزين 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 طبعا أنا في موقف في الانتخابات اللي فات أنا شفته معناي طبعا أنا شايف ستة كبيرة مش قادرة تيجي تنتخبها كابتن عايزين شافت الكابتن محمود يعني بتقوله أنا بحبك لله أنا جسم عشر والله يعني ربنا حبي فيه خالقه ويزيده تواضعا يعني أكتر من الواحد شايفه فيه يعني قدام الناس قلت له أنا بحبك لله أنا من ساعت ما شفتك يعني مش مصدقة والستة قيتها بتعايد يعني إلا شافته يعني هي جاية أنا حاسيتها جاية عشان تشوف الكابتن محمود قبل ما تخش الانتخابات وهي جاية حالتها الصحية كانت يعني يعني لا تسمحش قوي يعني فطبعا حبها للنادي أكيد وحبها للكابتن محمود طبعا خليها تيجي وطبعا أنا شفتها طبعا فرحت وقيتها رعز أتصور معاك والكابتن محمود أنا شفت يعني فترة انتخاباتي فاتت دي كابتن محمود أقولش حد لأ فعلا في الصورة يعني تيجي تتصور معاك لا لا طبعا أنا بصراحة أنا واقف مبسوط يعني واقف مبسوط بشوف لا ما فيش حد بتقوله حتى كابتن محمود يعني في الانتخابات كانوا في تعبان شوية صحيح آآآ بس يعني أي حد بيجيله ما فيش مشاكل لأ بيقوم يقف ويتصور ده توضع منه طبعا شخصية محترمة جدا يا كابتن كمان يمكن كان يعني كابتن محمود الخطيب كان حريص ان يستلم الكأس بنفسه مظبوط يعني دي 2019 بطولة دي مظبوط طبعا بطولة كانت مهمة جدا لينا طبعا كابتن محمود الخطيب كان مشرفنا في البطولة ديت والدكتور عامر علواني باش ما نسفرج عامر كابتن أحمد عبدالدايم وصير طبعا هو يكون موجود معنا كان ساعتا أنا محتاج كان فيه صفر كورة بعدها حاجة زي كده جي حاضر النهائي وبعد كده ترى على المطار الحمد للرب عامين ربنا كرمنا كسدنا سموحة في النهائي تاتا سفر الحمد لله بشكل كويس جدا خدت أحسن معدي كمان خدت أحسن لعب فيها أحسن لعب كمان أه خدت أحسن لعب دي أنا فاكر أن أنت كليك كأس فقدري فردي لأننا غطناه في قناة النادي الأهلي فأنا فاكر كويس قوي أنت كليك كأس أحد الكؤوس الفردي